بهدف فتح الآفاق أمام المستثمرين بما يسهم في دعم المزارعين العراقيين والمنتوج المحلي انطلقت النسخة الثالثة عشرة من معرض الإسبوع الزراعي على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة محلية وعربية واجنبية وزارة الزراع قالت خلال المعرض إن العراق حقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزات نوعية أثمرت عن تحقيق اكتفاء ذاتي في نحو 24 منتوجا زراعين زراعيا وحيوانيا العراق أولا خلال السنوات الأخيرة غير لم يستورد أي كميات من الحنطة ولا الطحين لوزارة التجارة من الخارج وهذا تسجل نقطة إيجابية للقطاع الزراعي من خلال الدعم البسيط الذي قدم إلى المزارعين استطعنا نوفر الأمن الغذائي لهذا البلد نطمن مواطنين بأن الاكتفاء الذاتي لعام 2022 يعني بعدم استيراد أي كميات من خارج العراق وتوفير الأمن الغذائي كمادة الطحين لهذا العام ورغم هذا التفاؤل وصف المسؤول في وزارة الزراع التخصيصات الحكومية للقطاع الزراعي بالقليلة في حين رأى آخرون أن قطاع الاستثمار وقانونه الحاليين لا يساعدان على جذب الاستثمارات إلى البلد وهما بحاجة إلى التطوير والتخلص من الروتين في المؤسسات الحكومية قوانين الاستثمار في العراق لا تزال بداية أمام القوانين موجودة بالعالم اليوم العالم يستقطب المستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار تسهيل منح عفاءات ضريبية منح قطع أراضي تأسيس مدن صناعية هذه كلها لا تزال في بداياتها بالعراق ورغم المعوقات التي تعترض الاستثمار في قطاع الزراعة إلى أن العديد من المستثمرين يرون فرصا استثمارية كبيرة في العراق من بينها شركات تركية متخصصة في مجال تربية الدواجن وحيوانات التسمين الفرص الاستثمارية بصراحة واعدة لحد الآن خاصة في مجال الدواجن يعني عندك مثلا في مجال البياض مجال الأمهات لأفراخ البياض بالنسبة لخطاع اللحم والمجازر كل هذه كانت متوقفة بالسنوات السابقة ومقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال العقارات والطاقة فإن حجم الاستثمار والتمويل الحكومي لم يزل دون المستوى المطلوب بحسب ما يقول المسؤولون في وزارة الزراعة الذين طمأنوا العراقيين من جانب آخر بأن العراق سيكون بمبعد عن تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا وخصوصا بما يخص المحاصيل الاستراتيجية أن يبرض الحرة ترجمة نانسي قنقر